طيب نروح بقى لجانب متعلق بالتحكيم والنهاردة عندي مفاجآت ومش عارف يمكن هل من حصد حظ لجنة الحكام اللي انا اتكلمت قبل الحلقة او انا نبهت ان في خطأ حصل على صفحة اتحاد الكورة بخصوص اسماء الحكام اللي تم ذكرها في ادارة مباريات كاس السوبر اللي اندلها بتقول لا انا اعراركم الخبر اللي كان موجود على صفحة الاتحاد قبل ما يتمسح من على منصة اكس وقبل ما يتعملوا ايدت وتعديل على صفحة الفيسبوك ليه بقى؟ لان الخطأ اللي حصل ما يعديش والله اعلم الخطأ مين المتسبب فيه هل اللي كتب الخبر ولا اللجنة لجنة الحكام اللي بعتت اسماء الحكام للمركز الاعلامي اعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري قائمتي حكام وجهتي الاهل مع سيراميكا وبراميدز مع فيوتشر في نصف نهائي كاس السوبر المصري للاندية الابطال اختارت لجنة الحكام الكابتن محمد معروف لادارة مباراة الاهل وسيراميكا ويعاون المساعدان سامي هلهل واسمير جمال والحكم الرابع محمود البنة بينما ستواجد طريق مجدي حكم فيديو مساعد فار طريق مجدي حكم دولي على فجرة معه رخصة الفار ومعه الشارة الدولية كحكم فار وبالتالي هيكون حكم الفار في مطش الاهل وسيراميكا وهيكون معه مساعد الحكم الدولي الكابتن محمود ابو الرجال برضو معه رخصة الفار الدولية ومعه شارة الفار وشارة الملعب كابتن محمودة برجال معه شارة الملعب وشارة الفار السطر اللي اتكتب واللي اتحذف هو كان ايه بقى الى جانب حكم الفار الاحتياطي الكابتن هاني عبدالفتاح ده اتحذف مع سطر تاني هقوله لحضراتكم دلوقتي كما تم اختيار امين عمر لادارة مباراة فيوتشر وبراميدز ويعاون المساعدان احمد توفيق ويوسف البساطي والحكم الرابع الكابتن محمد عادل بينما ستواجد محمود عشور كحكم فيديو مساعد في الفار هو حكم فار مش حكم مساعد يعني ما علينا ويعاونه احمد حسام طه الى هنا او الى هنا مفيش مشاكل الى جانب حكم الفار الاحتياطي واقل شعبات يعني فوق الى جانب حكم الفار الاحتياطي هاني عبدالفتاح وتحت الى جانب حكم الفار الاحتياطي واقل شعبات اولا مفيش حاجة اسمها حكم فار احتياطي ده اولا يعني الفار يا ام حكم فار يا ام ايه فار يقيم اي اي فار يقيم اي تريبل اي فار رولز الفيفا والتعينات كلها بتبقى كده مفيش حاجة اسمها حكم احتياطي في الفار ده ألف به في التحكيم ولكن اللي كتب أو اللي بلغ كان عنده مشكلة أو نسي أو بلغ غلط ولكن اللي تتبلغش غلط بقى ايه هي فماتش فيوت شروبيرامدز يتقالك إلى جانب حكم الفار الاحتياطي واقل شعبان المعلومة اللي عندي ان الكابتن واقل شعبان معهوش رخصة فار الكابتن واقل شعبان معهوش شارة الفار معهوش رخصة الفار ماخدش ليسنز الفار هو حكم مساعد يحكم في الملعب عادي جدا مفيش مشكلة لكن ما يدخلش غرفة الفار ده لو دخل غرفة الفار كانت تبقى كارثة خطأ فني لا يختفر وانا بتعامل تبقى للمكتوب انا مريش علاقة انت نيتك تكتب ايه بس كتبتها ازاي اللي مكتوب حكم الفار الاحتياطي الكابتن واقل شعبان نوحت على ده وبلغت بعض المسؤولين في الاتحاد بعدها على طول بنص ساعة حصل تعديل اتحذف الخبر من على منصة اكس وحصل تعديل وقيدت على الخبر في صفحة الفيسبوك وبالتالي دلوقتي هاني عبد الفتاح مش موجود في مطش الاهلي وسيراميكا والشعبان مش موجود في مطش فيوت شارق وبيراميس المعلومة اللي عندي ان هم موجودين بس موجودين ايه بقى وده اللي اللجنة ما قدرتش تقوله بشكل سليم موجودين كمساعدين في الملعب احتياطي للملعب بحسن اقدر الله لو حكم من المساعدين تعرض لأي اصابة ينزل هاني عبد الفتاح مكان سامي هلهل او سامير جمال او ينزل واقل شعبان مكان احمد توفيق او يوسف البساطي بس كده ولكن اللي اتكتب ده تبقى ليه قوانين اللعبة وقوانين التحكيم خطأ فني لا يختفر دي كانت جزئية مهمة جدا لازم اتكلم عليها لان ما كانش ينفع خبر زي ده ينزل بالشكل ده واللي اتحاد يعترف انه خطأ ويحزفه او يعدله على صفحة الفيسبوك عندي معلومة تانية على التحكيم ترجمة نانسي قنقر